هذه المرة إلى تطورات الليبية حيث رأى عبد الحميد دبيبا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية في قرار رئيس مجلس النواب بإنهاء ولايته رأى فيه رأيا سياسيا لا يغير في الواقع وقد صدر بحسبه عن طرف سياسي صارع من أجل التمديد لأطوال مدة ممكنة مشددا على أن حكومته تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري الدبيبا أكد الالتزام بمخرجات الاتفاق والذي نص على أن تنهي الحكومة مهامها بإجراء انتخابات رئاسية وتشعية وتنهي المرحلة الانتقالية الطويلة هذا وكان قيل الصالح أعلن إنهاء ولاية الدبيبا واعتبر الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب رئاسة أسامة حمد الحكومة الشرعية والتي تتمركز في شرق ليبيا أن ينضم إلينا من تونس لمناقشة كل هذه التطورات عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان اللي بينا إبعى للتكبالي سيد تكبالي أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلى هل قرار البرلمان ملزم لحكومة الدبيبا أم لا؟ الحقيقة أننا قد أنهينا حكومة الدبيبا منذ فترة والبرلمان قد قال ذلك ولكن الدبيبا اعتمد على بعض الدول التي كانت تدعي قرار دولي ببقاء الدبيبا الآن على سيدة بيبا أن يفهم أن الاتجاه الدولي قد تغير وأن القادم حكومة موحدة وأن القادم الذي سوف يدير البلاد هو مجلس النواب كسلطة تشريعية واحدة وأن المجلس الرئاسي هو مؤتمر جينيف وما خرج عنه من رشا ومن غيرها قد انتهى إلى غير رجعة وأن الجيش العربي الليبي مع الجيش الذي هو في طرابلس سوف يتحد وسوف يكون هناك جيش واحد وبرلمان واحد وسوف يعمل استقرار في البلاد والدبيبا ليس له وجود بعد ذلك نعم ولكن سيدة كبالي الحكومة تقول بأنها تستمد الشرعية من الاتفاق السياسي على الغالب تقصد اتفاق المغرب 2015 وتقول أنها تستمد كذلك من الحوار السياسي الأخير الذي جرى أو المباحثات الأخيرة ومنه هي مستمرة إلى غاية الوصول لحكومة جديدة ولهياكل جديدة منتخبة المجلس الرئاسي كذلك الذي سحب منه صفة القائد الأعلى ومنحت لسيد عقيل الصالح يقول كذلك أنه موجود بفعل مخرجات كل الاتفاقات السابقة من الصخيرات وصولا إلى برلين ثم إلى جناف الاتفاق السياسي كان لمجرد فترة معينة والذين يقرؤون بين السطور هذا الصراع بين المجلس النواب والمجالس الأخرى كان قد بدأ مد مدة وأريد أن أقول أنه في الفترة التي كنا في الجلسة التي كنا فيها نناقش موضوع الميزانية قال السيد رئيس مجلس النواب أن الاتفاق السياسي لا يلزمنا وسوف نوافق على هذه الميزانية حتى بدون من يريد أن لا يوافق عليه إذن الذين يقرؤون بين السطور كانوا يعلموا أن هناك إرهاصات ستأتي وللأسف الشديد الكثير من أعضاء مجلس النواب ذهبوا إلى مصر وأنا لا أعرف من الذي دعاهم ومن الذي دفع لهم ومن الذي أسكنهم ومن الذي قال لهم أن يخرجوا بهذه البيانات التي أرادت أن تجلب مجلس الدولة ثانية ونحن كما يعلم الجميع كنا قد رفضنا مجلس الدولة منذ الفترة الأولى للحوار السياسي وقلنا أن مجلس النواب كان مخطئا في تكوين مجلس له شرعية أخرى وكانت دائما هناك سجال بين مجلس النواب وبين مجلس النواب ومجلس الدولة سيد تكبالي سيد تكبالي عدرني ولكن المسائل في ليبيا متشعبة الجميع يتحدث عن شرعية الأجسام هذه الهياكل ولكن حتى الحكومة التي تتحدثون عنها حكومة أوسا محمد قبل ذلك كانت حكومة بشاغة المبثقة أو المدعومة من البلمان منكم أنتم يقال أن لها عمر كذلك افتراضي بدأت من مارس 2022 وكان من المفترض أن تنتهي بعد 14 شهر هل هذا الحديث دقيق؟ أنا أقول أنني أعارض قيام الحكومات حكومة بعد أخرى كأنها تذكرنا بالعهد القرمالي في ليبيا وبعهد العهد العثماني التي تقوم فيه حكومة هذا يعني بأنها أيضا غير شرعية وانتهت فترتها لنتحدث بالصراحة سيد تكبالي حكومة أسامة حمد أيضا انتهت فترتها أنا أحدثك يا سيدتي أنا لا أتكلم غير الصراحة أقول لك أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة خصوصا بعد أن كان يناوئه الغرب لكن الآن الغرب اتجه إلى مجلس النواب لأنه يريد الاستقرار في ليبيا حينما يقرر مجلس النواب أن تكون حكومة حمد هي الشرعية فهذا قرار مجلس النواب ولا يمكن أن يرده أحد أولئك الذين يريدون أن يتفلسفوا ويتكلمون بحوار جنيه ولكن كان من المفترض أن تقوم حكومة باشاغة بمهمة وحيدة هو التحضير لحكومة موحدة ثم الانتخابات لم تحدث كل هذه الأمور بعد باشاغة جاء حمد وبعد حمد استمر حمد مرة أخرى ألا يؤدي هذا إلى شكوك في شرعية حكومة حمد أيضا باختصار من فضلك ماذا تريدين أن نفعل؟ أنه يستطيع أن يذهب إلى ترابلس ولم يستطع أنا عرضت إقالة حكومة باشاغة ولكن جاءوا بحكومة حمد الآن الظروف كما أوصل مجتمع الغربي أظن لأن الناس